في لعبة زي فري فاير فاللعبة دي كان فيها سجادة كده بس السجادة دي كانت عشكل مصحف فكان الشخص هو بيلعب كان بيدوس على هو ماشي فكان طبعا هو بيكون مستعجي مثلا بيلعب مع حد وحاجة فكان بيدوس على الموضوع ده يعني اتشار ومعظم الناس اللي بتاع بعرفته بس برضو ليسهم كمين اللعب فهل ده حرام ولا عادي تملي اللعبات والجيمس أصبح الآن علم بحاله علشان تعرف تعمل الجيمس نفسها فلما بيجوا يعملوا الجيمس بيعملوها بأهداف معينة ساعات الأهداف دي تكون شريرة انه عايز ينشر قيمة فاسدة من خلال الجيم لحظوا حاجات غريبة جدا ان المتطرفين والإرهابيين بقوا يشتغلوا من خلال الجيم يعلمك من خلاله إزاي تبقى عدواني إزاي تبقى صدامي مع الآخرين إزاي تدوس على البشرية أو ترى الدم ولا تتأثر فياجب علينا إن إحنا حكتي الحاجة الأولانية إحنا دلوقتي ما نشتركش في اللعبة دي وإزاي اشتركنا ننسحب والحاجة التانية بقى اللي هي أهم منها إن بعضنا يتعلم وضع الجيمز دي نفسها ونعملها بتدعو إلى القيم اللي إحنا عايزينها والأخلاق الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إليها لأنه طول ما الشر موجود ومعروض لازم أيضاً الخير يشتغل ويعرضه وكمان البضاعة بتاعته بس ده مستوى شوية مش المستوى اللي إحنا بنتكلم فيه هنا إنما بندعو الناس إليه يعني لم يجيلك المعهد أو الكلية أو الدراسات العليا أو كده إلى آخير إن انت مصمم برامج ادخل اتعلم هو بتتصمم إزاي عشان تصام بس بدل ما تملاها شر وقتل وإهانة واستهانة تملاها بالخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك فيه ترجمة نانسي قنقر